الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد المشاهدون الكرام نلتقي اليوم في لايف جديد ضمن سلسلة البث المباشر في القضايا المهمة في الساحة واليوم البث بتاعنا بعنوان الدمار الشامل والناس ممكن يتساءلوا عن العنوان وعن مفهوم العنوان ده الدمار الشامل ما مقصود به دمار بيوت ولا منازل ولا مساكن إنما المقصود بالدمار الشامل هو دمار القيم الإنسانية من الدين والأخلاق واستغربوا كثير من الناس في العنوان ده لأنه يفتكروا العنوان ده عنده أي مغزة بيتعلق بحروب وغيرها نحن ما ناس حروب ولا ناس كتال ولكن الدمار الشامل نحن الآن بنعايش في الوقت الحاضر بالذات بوادر ليو وأنا حسب تقييمي نحن على بعد خطوات من دمار يطال كل الثوابت اللي تعلمناها ونشأنا عليها في متمعنا المجتمع المسلم بطبيعته وبالفطرة فنحن على مقربة من دمار في القيم كلها ابتداءا بالعقيدة مرورا بالأخلاق انتهاءا بجميع الثوابت الموروثة في المجتمع وأنا بعتبر أنه دمار قيمة الإنسان في معتقده أخلاقه أسوأ عندنا من دمار أي شيء من المكتسبات والممتلكات الموجودة في بلدنا نحن صحيح في الفترة الأخيرة من أواخر عهد الكيزان لحد الفترة كلها بتاعت القحاطة بلدنا تخربت شوارع مكسرة الاقتصاد بتاعنا والأحوال المعيشية متردية يوميا يوميا متردية والآن الجنه بتاعنا واصل في الهبوط خمسمائة مرحلة تحت الدولار وماشي الخراب في نواحي كثيرة جدا النواحي العمرانية الطرق بتاعتنا القمامة المرمية في الشارع البيئة البيئة الفاسدة المزارع بتاعتنا اللي ضاعت المشاريع الزراعية اللي انتهت كثير من الموارد اللي بتكسبوا منها وبيدعايشوا منها الناس في مجتمعنا ضاعت لكن انا باعتبر ده كله يمكن بسهولة جدا يعود وينبني من جديد بشرط لو حافظنا على القيم الانسانية فالمورد البشري دائما في اي بلد شهدت نهضة وتطور كان عندها المورد البشري هو الاول وربنا سبحانه وتعالى جعل اعمار الارض من خصايص ابن ادم اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا اشد منهم قوة واثاروا الارض وعمروها اكثر مما عمروها فاعمار الارض ده مهمة ابن ادم فنحن بالجد لو فقدنا القيم الانسانية اللي ممكن تعمر نحن بنكون وصلنا الى مرحلة الدمار الشامل والان نحن ما بعيد منه المرحلة دي انا فيه تقييمي بدت قبل العهد بتاع القحاط دي من زمن الكيزان قاعدين وانا بتكلم عن تاريخ جريب الناس بيشاهدوه وعاصروه من زمن الكيزان ما كان عندهم ادنى مجهود في غرس القيم خاصة دينية وبالاخص العقدية ما كان عندهم اي مجهود في غرس القيم العقدية في المجتمع اللي بتصون تجاه اي غزو فكري داري حطم البني ادم ويدمر في الاول نحن ما كان عندنا اي نوع من انواع الحماية ابدا ونعترف بالنقطة دي نحن كمجتمع سوداني فشل الكيزان تماما في عهدهم انه يحصن المجتمع دا بالعقيدة الصحيحة اللي ممكن ايجابه بها الغزو المتكالب علينا من كل انحاء العالم الغزو الفكري اللي دمر سوابتنا وعقيدتنا لدرجة انه خلانا نحن بننظر للناس الكفروا بالله وكفروا بالرسول عليه الصلاة والسلام وسبوا نبينا صلى الله عليه وسلم وشتموا الاسلام نحن بننظر لهم قدوات ونحن منبهرين يعني بتلقى الانسان السوداني مسلم نعم لكن منبهر بالحضارة الغربية منبهر بالخواجات يقول لك اي نصارى وكفار واي حاجة لكنهم احسن مننا في كل شيء احسن مننا في كل شيء لحد ما المسألة دي وصلت لحد العقيدة ذاته بيقوا كتير من الناس والشفعة في الجامعات بيظنوا انه نحن سبب تخلفنا هو انتماءنا للدين الاسلامي يعني ما تخلفنا بانه ما جرينا وما دعلمنا وما صنعنا وما طورنا بلدنا وما انتظمنا وما نظمنا وما احترمنا الزمن لا هم بيظنوا انه نحن تخلفنا ليتمسكنا بالثوابت الدينية وانه الدين دا يعتبر عنصر من العناصر اللي بتدعو للتخلف والرجعية نحن وصلنا مرحلة زي دي عن كتير من الشباب الليلة وبالتالي انا بقول انه الدمار الشامل اللي بتكلم عنه وضعوا البزرة بتاعته وضعوا البزرة حقته الاخوان المسلمون الكيزان في البلد هنا لانه خلوا الدين متهم والاسلام متهم بل مدان بتصرفاتهم البعيدة تماما عن الدين لكن تصرفاتهم دي كانت باسم الدين الاسلامي سرقوا نهبوا كتلوا دمروا عملوا اي حاجة باسم الدين الاسلامي فصار الدين متهم الدين بيقى متهم ما في اصله لا بفعائل الكيزان وبالتالي هم قدموا خدمة قدموا خدمة وهيئوا المتمع ده على طابق او طبق من ذهب هيئوه وخطوه ها للناس الدارين يغزوه قدامهم انه الاسلام فشل ما وجدوا اي عناء ولا تعب السورة دي وكت قامت ما لقد عناء ولا تعب ولا وقف قدام احد ليه لانه عمائل الكيزان كانت شاهد ضد الاسلام كانت شاهد ضد الاسلام في نظر كتير من الناس والاسلام بريء من ده كله اقول اول ما جات ايام السورة دي بدأت في خطوات كبيرة وغفزت غفزات بعيدة تجاه الدمار الشامل للقيم والاخلاق كيف يخوان النازل استخدموا سلاح وهم لواعين السلاح ده سلاح خطير جدا ده سلاح خطير جدا والسلاح ده هم استخدموه لمصلحتهم لكن لو نظر نظر بعيدة السلاح ده سيكون كنبلة موقوتة موجودة ممكن يستخدموه ناس ضدك انت والسلاح ده هو سلاح الانفلات علموا الشباب الانفلات تنفلت من كل حاجة ما في قيود ما في ضوابط دينية ما في قيود مجتمعية ما في اخلاق ما في موروثات ما في حاجة يعني ببساطة شديدة نحن لعهد قريب كان عندنا بالطابع المجتمعي مش بقوانين الكيزان ما كان عندهم قوانين بتحمي العقيدة بالمناسبة قانون بيحمي العقيدة ما كان فيه يعني ايزون ممكن يسيب الدين ويطلع من الاسلام ويخش تاني ويطلع ويخش ما في قانون بيحميه ولا بيمنعه ممكن يعمل اي حاجة لانه شيخنا الترابي افتليهم قال لهم ربنا في القرآن قال ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا يعني دل دخلوا ومرقوا دخلوا ومرقوا وما كتلهم ولا سووا لهم حاجة عشان كده تخش وتمرق وتخش وتمرق وما في ذلك بيسألك وحدريد ده ما في طيب الكلام ده ما كان في حماية من الكيزان هاكا سلطة ما كان في حماية لكن اكانت فيه ضوابط مجتمعية الناس بتنظر نظرة المجتمع بتديها تغييمة بتديها احترامة الزولة اللي بيسيب الدين في المجتمع ده كان منبوز الزولة اللي بيسيئ للعقيدة كان منبوز لما نيجي يتقدم ليلة يبيته ويزوج بيسأله من صلاته كده بيذكر ولا ما بيذكر لكن للأسف الشديد نتيجة للانفلات الحصل الليلة بيقل بيسيب الدين شجاع ده حاصل ولا ما حاصل البيسيب الدين شجاع والبي انفلت على القيود المجتمع كلها ده ولد ثوري قولك ثوري والسائر فلان السائر ده عمل شنو؟ ده في الحقيقة انفلت عن كل القيود الدينية والاخلاقية بيقولك ده ده شباب مطلع عادي جدا ممكن تلقى ولد عمره 13 سنة وتجي انت ماري بشارك بيخدت له حجرين جدامك بيقولك ما بتمر ومش مبقى مرساي بيسمعك كلام كعب اخلاقيا كعب كعب عديل بيسمعك لو ولد صغير وانت في مقام ابو نحن قبل اليوم في المجتمع اتربينا انه الاكبر منك بتحترموا دي موروساتنا نتربينا دي اخلاقنا الليلة لما جاءت الثورة دي اول حاجة غرسوها في الشباب انه الزولة الفشار ده ما عندك لو احترام ما عندك لو تغيم ما عندك لو تقدير ما تتفاهم معه اتكلم كتير تنبزوا كتروا معاك تضربوا حجر تكسر العربية كده الانفلاد دي اخواننا وصل مراحل لدرجة الطلبة في المدارس بيقوا ما بيتلقوا توجيهات من مدرسين وزي زمان المعلم بيتكلم مع التلميذ في المدرسة التلميذ ممكن يرفع يده عليه ممكن يسيء ادبه عليه اتخيلوا معاي انه يبقى عندنا تعليم تعليم بدون اي تربية وبدون اي اخلاق الطالب بيرفع كراعه في الحصة الاستاذ ما بيقدر يقول لنا الزيلة يقعد اخالف كراعه في الحصة ما يقدر يقول لنا الزيلة الطالب بيطلع كيسه بيسف تنبات جو الحصة والاستاذ ما يقدر يقول له لا ما يقدر يقول له لانه ممكن يفرد فيه الناس كلهم ممكن يعمل له مظاهرة جوه المدرسة الليلة بتلقى ناس قريبين منك جدا يقعدوا الشباب قدام بيتكم مفتجر تقول لهم لا يشربوا البنق قدام بيتك ما تقدر تقول لهم خافوا الله واتقوا الله لانه ممكن يهيجوا فيك ويعملوا لك مظاهرة وجلبة في الحلة كلها يا اخواننا الانفلات الاخلاقي ده صنعوه ناس عشان يطلعوا الشباب ديه من الاطار بحسب زعمهم بتاع الكيزان انه يبرقوا من اطار الكيزان وانه بيشوفوا اي شي من موروسات الشعب السوداني بيضاف للارث بتاع الكيزان دفعهم كده لما انتين تقول لي احترم الكبير يقول لك يا اقصي ابن من حركات الكيزان دي يعني بيقى اي شي بيضاف للكيزان خلاص قيمنا راحت اخلاقنا ضاعت احترام الكبير ضاع كل شي عندنا ضاع بسبب انه بيشي يلوب علقوا في الشماعة بتاعت انه دي الكيزان خلاص ابقايش عندنا ضاع اتخيلوا يا اخواننا دي لذاتهم الوجد والنار دي يوم من الايام حيكتو بيه لانه انت مدام علمت المجتمع ينفلد خلاص المجتمع ده حيطلع منك وحيطلع من غيرك ده انا بذكرني يعني بس نموذج القصص الكثيرة اللي بيجيبوها الناس يقول لك يا اخي المرأة عندها مشكلة معها راجلة ها عندها مشكلة معها راجلة في البيت تقوم تحرش الاولاد ما يسمعوا كلام ابوهم تحرشهم وتملى راسهم وابوكم ده وما في حاجة يسمى كده وما يقول لكم اي كلام وما تسمعوا كلامه هي ما فهمها هي كسرت حاجة يسمى بر والدين بر الوالدين ده لما انتهت منه الوالدين ده لما هم اتنين ما واحد الاولاد ديقوا ما بيسمعوا كلام ابوهم طوالي بالضرورة ما حيسمعوا كلامه فبيقى اشتغلت بالسياسة علي وعلى عداي خلاصة الاولاد دين لا ليك ولا لي ابوهم دين طلعوا ساي لا ليك ولا لي ابوهم الدمار الشامل اللي انا بعتبر انه نحن على بعد خطوات منه انه حيجي يوم من الايام الجيل اللي انت شايفه الليلة ده اللي بيقف لك في الترس وعمره 13 سنة وانت قدربوه شايبة انت شايبة قدربوه بقول لك يا حاج امشي من هنا ده اللي انفصل تماما عن الدين وانفصل عن الاخلاق وانفصل عن الموروصات السودانية ده حيجي يوم من الايام ويبقى هو العاجل في البلد حيبقى ده العاجل ده العاجل اها بعد دخل مصر والبلد انتهت بجد انتهت نحن لما نفقد قيم زي ده ده الدمار الشامل الحقيقي الليلة اللي بيحصل في البلد ده كله ليه الموت لحد الكتل اللي قعد يحصل ده كله سببه انه انه انسان ما عنده دين وما عنده اخلاق وما عنده رحمة وما عنده انسانية فانا لو دان انقذ البلد ما بطلع ليه جيل بالطريقة دي يا ناس اوعوا يا ناس اتغوا الله يا ناس اتغوا الله انتو والله حتوصلوا البلد دي لمرحلة حيبقى تاني العاقل فينا شفتو حيبقى العاقل فينا زي دين الواقف قدام الترس ده حيبقى عاقلنا يا ناس اتغوا الله يا اخي اه نحن وصلنا مراحل الواحد في الفيسبوك في الفيس بيكتب بصراحة بصراحة بيسيب الله بيقول مش لو اتفقتوا لو جاء الله واتفق معاكم ذاته نحن ما عندنا الاستعداد نقبل بالكلام ده يا اخوانا نحن زي ده زي ده قبل اليوم قبل اليوم المجتمع ما بيقبلوه لكن الان ده هو لحظة الخطورة انه ده هو الشجاع وده الشباب الثوري ها وده الجيلة لحيبني البلد لقدام بالطريقة دي كده والله ده يهد دمار الشامل ذاته حتجي يوم من الايام تلقى كل حاجة انتهت نحن الشعب السوداني اهل النجدة الليلة في البلد دي ممكن عادي في الشارع يلموا فيك جماعة رباطة اضربوك يشيلوا حقك والمجتمع بعاين بعاين فيك زول بيقول لهم اقيف وما في ما في زول بينغزك ولا بينجدك نحن لو فقدنا قيم زي دي بالمناسبة نحن انتهينا الليلة الانسان السوداني بر البلد دي انا قابلت جنسيات كثيرة جدا بيعتبروا انه الشخصية السودانية والموظف السوداني دا الموظف بر السودان نموذج للامانة نموذج للامانة ويشغلوا السودانين بر السودان في الوظائف اللي فيها امانة وفيها حفظ للاموال بيختاروا لا السوداني الناج عارفيننا بقيامنا نجي الليلة نحن برانا نربي اولادنا على انه ما في دين ما في لو قلت لواحد قال تعالى بيضحك عليك نظام دا تخلف لما انتو قول لها الله قال ها دا تخلف يا ناس يا ناس نحن وصلنا مراحل زي دي معقول نحن وصلنا مراحل زي دي بعدين انا بستغرب بيلاقوني ناس في مجال عملنا وفي الشارع وفي المناسبات كويس اي يزول منه وبنستنكر قول لك يا اخي والله الحاجات دي ما في داعي ليه وده غلط والشباب اللي جاعدين في الترزيل وبقولوا الفاص كيف تعالوا يتو دا الاولاد منه الولدهم منه ما دا الاولاد ما نحن زاده ما طالعين من بيوتنا نحن ربيناهم كده ونحن سمحنا ليه هم اتجاوزوا تجاوزات زي دي والطاولوا تطاول زي ده والانفلات ده حيمشي حيمشي الانفلات يا اخي بالله بس عاين ليه نموزج واحد القحاطة دي العمله مسألة تترس وتقفل الشارع ترس وتقفل الشارع بيقى تسنة اي زول عنده حاجة بيكفل الشارع لو ما زرحته ما وصلت الموية بيكفل الشارع الشمالية بدت في حتة واحدة السابقة في كم معبر مقفل تجاه الشمال ما في ذلك بيسألهم خنقوا البلد ما في ذلك بيسألهم بتاع الشارع الجفلة ضي عموال ناس ضي حقوق ناس بيدعوا عليه ليه الليلة دي بيدعوا عليه ليه الليلة دي بيدعوا عليه لانه ناس ابري ومساكين ما عندهم زنب زول تاجر يا دوبو شال قروشه كله خطاه في بضاعة جاي من الصين ولا جاي من دبي كل ماله خطاه في بضاعة البضاعة دي تحبست له دفع تكاليف تقيلة جدا وبضعت لمن جات ما جد ربيعة والسوق فاته ضيعوا ناس بيقى السنة جلة الادب بيقى السنة الانفلات بيقى سنة ايزوا اللي بيعملوا ناس الجزيرة الان ما دي يقفلوا الجزيرة دي ولاية مسالمة من الله خلقها لا فيها حرب لا فيها صراع جبلي لا فيها مظاهرات ما فيها اي حاجة مما قمنا في الجزيرة دي ما سمعنا بكلام زي دا الان بيقوا يقفلوا الشارع ما خلاص بيقى السنة يا اخوانا الدمار والانفلات اللي بتكلم عنه انت بتستخدم الليلة لمصلحتك لكن هل يا ترى السلح ده بعد ما تستخدمه بتكسره ما حيتكسر بل قلت حاجة لو نحنا انتهينا من اي شي وعملنا اتفاق في السودان والمشاكل السياسية انتهت وجينا راجعين بعدين قلنا لشبابنا القاعد داهم في الترس وقلنا له ما فيه اخلاق وما فيه ذو الكبير وما فيه دين وما فيه اي حاجة ما فيه اي شي جينا راجعين لهم تاني يقولون لهم تعالوا يا ولادنا نقعد نبني البلد حيتفقوا معنا حيجونا ما حيجو ما حيقول لك انت قلت ما فيه حاجة خلاص ما فيه حاجة خلاص حيواصلوا على كده حيواصلوا على كده لانه انت ربيتهم على كده مفترض نحنا يكون عندنا قيم وثوابط ما نتنازل عنها ابدا ما ليتنازل عنها وده يهو الانفراق وحيمشي على كده والناس تحذر من انه الحي يتبقى سنة في البلد دي وده الشي الحاصل وده شايفينه قدام عيننا وده بجد لو فيه ذو العاجل وفيه ذو الواعي ده يهو الدمار الشامل الحقيقي تدمر القيم الانسانية والدين والعقيدة خلاص بعد ذا بقيل بهايم ارأيت من اتخذ الهه هواه افأنت تكون عليه وكيلة ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضلوا سبيلا ربا يستر علينا ويعيننا السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة